مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلادي وأهدت لي أهل العراق خصال الهدى والرشادي طرون وأرض العراق بها ذكرهم ظل باقي ففي كل جيل رجال وفي كل سهل ووادي مناير أرض السوادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي أتحدث فيه عن شخصيات عراقية جليلة عملت وبذلت وقدمت وصارت قدوة وصارت مثلا مضروبا للعالمين واليوم أتحدث عن شخصية عظيمة في الحقيقة هي فخر للعراق وأهله وهي شخصية متميزة في تاريخ الإسلام لا يكاد يوجد منها أو مثلها عدد كبير ألو هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري رحمه الله تعالى ورفع قدره الحسن البصري ولد لسنتين بقيتان من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه يعني سنة 21 من الهجرة وأبوه يسار هو من سبي ميسان وميسان هي بلدة ما بين واسط والكوفة يعني في العراق فجاء أبوه هذا جاء سبيا إلى المدينة أعتق في المدينة وتزوج من خيره خيره هي مولاة لأم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فكانت أم سلمة ربما بعثتها لحاجة لها فتتأخر خيرا فيصيح الحسن يريد أن يرضع فأم سلمة تلقمه ثديها طبعا لا لبن فيه فربما در عليه شيئا فيسكت الصبي وقيل إن البركة التي كانت في الحسن والفصاحة التي كانت في الحسن من ذلك الذي در عليه من الثدي المنسوب إلى نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه وكانت أمه خيرا تخرج به إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وتطلب منهم أن يدعو له فكان ممن دعا له الفاروق الملهم العملاق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يقول اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس الله أكبر اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس فكان الصحابة أيضا يدعون له ونشأ بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي كنفهم وتحت عينهم خاصة عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله تعالى عنه ونشأ أيضا في وادي القرى منطقة شمال مدينة رسول الله صلى الله تعالى ممتدة إلى قريب من تبوك وتعلم في المدينة الكتابة والحساب والقراءة وتعلم القرآن ونشأت في ذلك الجو المدني الرائع الذي فيه الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار تابعين أمثاله والحسن هو ممن وصف بسيد التابعين هناك جماعة كل واحد منهم وصف بأنه سيد التابعين الحسن وصف بأنه سيد التابعين سعيد بن جبير وصف بأنه سيد التابعين سعيد بن المسيبي وصف بأنه سيد التابعين أبو إدريس الخولاني وصف بأنه سيد التابعين أبو مسلم الخولاني وصف بأنه سيد التابعين هؤلاء كبار العظماء من التابعين أيضا هو من أحد الزهاد الثمانية كان منهم مسروق بن الأجدع اليماني وكان منهم عامر بن عبد قيس العراقي وكان منهم سعيد بن جبير وكان منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبو إدريس الخولاني مجموعة من كبار التابعين هم ثمانية انتهى إليهم الزهد وكانت إليهم الرئاسة في الزهد والعمل الصالح رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم والحسن كان موصوفا بطول الحزن وكثرة البكاء كان هذا طبعه رضي الله تعالى عنه وهذا ناشئ من تدبره القرآن ونظره في سنن الله تعالى وخوفه الشديد من الله تبارك وتعالى فكان يكثر من البكاء ويكثر من الحزن الطويل حتى عندما يرى كأنه حديث عهد بمصيبة وكان يقول يا ابن آدم والله لئن قرأت القرآن وتدبرت ما فيه لا يطولن في الدنيا حزنك ولا يشتدن بكاؤك وهكذا مثل هذه القضايا التي هو في الحقيقة كان متميزا فيها للغاية وكان معروفا بهذا رحمة الله تعالى عليه كان ذا شخصية أيضا فيها توازن وتوازن كبير فهو عالم على الأحسن ما يكون العلم روى له الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وكان له طبعا فقه وفقه كبير مستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تلاميذ يدرسون عليه العلوم الشرعية ويدرسون أيضا عليه العلوم القلبية وأيضا كان مجاهدا شجاعا موصفا بالشجاعة العظيمة رحمة الله تعالى عليه وكان له جوانب أخرى سأتي عليها إن شاء الله فهو إذن متوازن عظيم التوازن في شخصيته في الحقيقة من ناحية الطلاب كانوا طلاب كثر في العراق في البصرة وكان له مجلس خاص يدرس فيه العلوم القلبية يحضر من هذا المجلس من يحضره يحضره مطرف ابن عبد الله بن الشخير ومطرف ابن عبد الله بن الشخير يعني إمام يحضره عبد الواحد بن زيد إمام أهل البصرة مشهور يحضره عمر بن عبيد الذي اعتزل بعد ذلك وصار من رؤوس معتزلة مشهور عمر بن عبيد مشهور جدا يحضره أمثال هؤلاء العظام الكبراء الذين كان كل واحد منهم مضروبا به المثل في زهده وفي إقباله على شأنه وإقباله على الله وعلى الدار الآخرة فكان يجتمع بهم في بيت من البيوت يتذاكرون هذه العبادات القلبية فإذا سئل سؤالا في الفقه أو الحديث أو التفسير يتبرم من السائل ويقول نحن اجتمعنا مع إخواننا هنا من أجل نتذاكر في هذه القضايا ويحيل السائل إلى المسجد لأن المسجد هو الذي يدرس فيه العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير ولغة وكان إليه المنتهى في اللغة بالمناسبة كان فصيحا جدا وكان بليغا وكان عالما بلغة العرب ونشأ بين أحضان الصحابة وما لا نريد منه أن يكون بإنما الصحابة أنفسهم كانوا يتعجبون منه يعني عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كانت تسمع إلى حديثه كانت تقول من ذا الذي يشبه كلامه كلام الصديقين هذا من اسم العائشة رضي الله عنها أما التابعون أبو جعفر الباقر كبار التابعين أبو جعفر الباقر محمد بن علي هو من ثقات أهل السنة والجماعة من كبار أهل السنة والجماعة من أعظماء السلف أبو جعفر الباقر روى له بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وكان جابر بن عبد الله يحبه وجابر صحابي كبير يحبه وكان قد عمي جابر في آخر وقته فكان يدخل كفه بين ثديي الباقر ويحضنه ويبكي رضي الله تعالى عن جابر ورحم أبو جعفر الباقر المهم فكان الباقر إذا سمع كلام الحسن البصري أو إذا سئل عنه قال ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء وكان أحد السلف يقول كان والله الحسن البصري إذا تكلم فكأنما يخرج اللؤلؤ من فمه وجاء ناس بعده كانوا إذا تكلموا كانما يخرج القيء من أفواههم فكان مضروبا به المثل بهذا الكلام الفصيح الرائع الجليل وكان مجاهدا فغزى السجستان وغزى كابل وبقي في تلك النواحي عشر سنوات وكان كاتبا للربيع بن زياد كان هناك أميرا على خراسان بقي كاتبا عنده قلت لكم تعلم الكتابة في المدينة ثم رجع سنة ثلاثة وخمسين من الهجرة إلى العراق واستوطن البصرة ونشر فيها علمه وأثر في أهل البصرة كثيرا وأحبوه وأحبه أهل المدينة كل ما كان ينزل فيه كان محبوبا لعل هذا من دعاء الفاروق رضي الله تعالى عنه الله مفقه في الدين وحببه إلى الناس وحببه إلى الناس من لطيف ما يرعى عنه أنه كان مع الفرزدق في جنازة قيل أنه جنازة أبي رجاء العطالدي وقيل أنه جنازة النوار امرأة الفرزدق التي تطلقها يعني ليس هذا مهما لكن كان في جنازة مع الفرزدق فكان الحسن على بغلة والفرزدق على بعير فقال يا حسن إن الناس يقولون اجتمع في الجنازة خير الناس وشر الناس يعني خير الناس هو الحسن وشر الناس هو الفرزدق الفرزدق كان معروفا بالشعر الذي فيه قذف المحصنات وفيه تشبيب بالنساء فقال لا تقول ذلك فرب أشعث أغبر ذي طمريني خير مني وهناك من هو شر منك فعليك فقال عليك بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله لكن إن معها شرطا فإياك وقذف المحصنات فإياك وقذف المحصنات قال هل من توبة قال نعم وأيضا هناك رواية أن فرزدق قرأ عليه بعض أبيات من الشعر فيها التذكير بالله والتخويف من دار الآخرة وأن فرزدق يخاف إن كان في الآخرة يجرب سلسلة ويرمى في النار فبكى الحسن البصري حتى بل الثرى واحتضنه وقال والله لقد كنت من أبغض الناس إلي وأنت اليوم من أحب الناس إلي من هذه الأبيات تأثر الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وكان من طبيعته يحب البعد عن الفتن فهناك فتنة من الأشعث وكانت فتنة خطيرة جدا في العراق وقتل فيها مجموعة كبيرة من العلماء فلما جاءت مشكلة يزيد يزيد بن المهلب قام على مسلمة ابن عبد الملك وقام على الدولة الأموية وأرسل له جيشا واستعد أهل العراق كالعادة لمواجهة أهل الشام كان الحسن البصري يقوم ويخطب ويحث الناس على ترك الفتنة وأن لا ينشغلوا بهذا وأن هذا خطأ والانشغال به خطأ كبير وكان يزيد المهلب يغضب من الحسن لأجل ذلك ويقول هذا الشيخ الضال المرائي يقول كذا وكذا ويحث الناس على الجهاد والقتال حتى طبعا انخذل الناس عن يزيد وصارت مشكلة وقتل يزيد المهلب في وقعة حزينة في الحقيقة ومشجعان العالم الموصفين بشجاعة الضخمة يزيد هذا وهذه كارثة كانت أيام الخوارج وأنا كنت أتمنى وأن هؤلاء العظام كانوا قد وجهوا للغزو لكانوا قد فتحوا الدنيا كلها أنذاك لكن هكذا قدر وإنا الله وإنا إليه راجعون واجتمع بالحجاج وكان أيضا الحسن من صفاتي أنه كان يصدع بالحق ولا يهمه بعد ذلك ما يكون اجتمع بالحجاج فسأل الحجاج سؤالا سؤال هذا السؤال في الحقيقة الغبي المتكرر يعني كثيرا على مدار التاريخ وسؤال غبي أنا أقول لأنه لا وجه له قال ما تقول في عثمان في عثمان وعلي هؤلاء كأمة قد خلت هذا سؤال غبي لأن أمة قد خلت ما لنا وما لها يعني ما ما لنا وما لهذه الأمم فقال ما تقول في عثمان وعلي قال أقول فيهما ما قاله خير مني عند من هو شر منك قال من قال موسى عندما سأله فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله أكبر اسمعوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نعم ما لنا وما لهؤلاء لماذا نتعرض لعثمان ولعلي وللطبق هذه لماذا ما لنا وما لهم أليس لنا عقول الله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لا تسألون عما كانوا يعملون فلماذا الخوض في الصحابة لماذا التكلف بالسؤال عن أحوالهم وما جرى بينهم من مشكلات لماذا أيها الإخوة والأخوات لماذا يجرؤ كثير من الضالين فيتعرضون للصحابة ويجتمونهم ويسبونهم ويضللونهم أعوذ بالله من ذلك المقام ماذا لو جاءوا يوم القيامة وسألهم الله تعالى لماذا ثمبتم أصحاب نبيه ما هو الجواب بالله عليكم ما هو الجواب فالعاقل لا يشغل نفسه بهذا ويجعل نفسه فيما هو خلق له و هي له كان الحسن رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يروي عن أنس بن مالك حديث الجذع المشهور وهو جذع كان يتكو عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما كان يخطب الصحابة بالمدينة فلما كثر الناس وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم أمر ببناء منبر مشهور من ثلاث درجات وأتوا له بخشب من الغابة قريب من مدينة وبني له منبر فأول جمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبر سمعوا للجذع حنينا كما تحن الوالهة على ابنها سبحان الله العظيم جذع جماد سمعوا له حنينا سمعوا له أنينا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتكو عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبر واحتضن الجذع فهدأ الجذع سبحان الله العظيم يعني خشب وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم حنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحسن إذا روى هذا الحديث عن أنس يبكي ويقول يا عباد الله جذع يشتاق إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمكانه من الله فنحن والله أحق بالاشتياق إليه صلى الله تعالى عليه وسلم نعم والله نحن أحق بالاشتياق إليه صلوات ربي وسلامه عليه وكان يدخل إليه أصحابه فيجدونه نائما فمرة دخلوا إليه فوجدوا نائما وبجوار رأسه سلة من خبز وفاكهة فظلوا يأكلون فلما استيقظ وجدهم يأكلون سرة وفرح إخوانه يفرح بأنهم يأكلون من أكله وكذا ففرح وابتبسم وقال أو صديقكم لا جناح عليكم طبعا أنه يتأول آية أو صديقكم ليس عليكم جناحا تأكلوا جميعا أو أشتاة يا أيدينا أمر إذا دخلتوا بيوتكم سلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة إلى آيات المشهورة هذه المعلومة ثم يبيح الله تعالى للناس الأكلة من بيوت ذكرها وسمها بغير استئذان منها أو بيوت عمامكم أو عماتكم أو أخوالكم أو خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناحا تأكلوا جميعا أو أشتاة فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم إذن هذه الصداقة والأخوة في الله الإنسان لا حرج عليه إذا دخل بيت أخيه أن يأكل من بيت أخيه بغير استئذان إذا علم أن أخاه يعني يطيب نفسا بذلك إذا علم أنه وصل إلى مرتبة من أخوة مع أخيه لأنه يأذن لو بذلك لا بأس حتى لو ما استأذن يأكل إن شاء الله تعالى إلا يتحرج في ذلك وكان الحسن رحمة الله تعالى عليه على شدة حزنه وخوف من الآخرة لكنه كان يضبط أحوال من كما نقول تجاوز الحد في قضية الخوف العلاء بن زياد العلاء بن زياد أحد البكائين الكبار مشهور بأنه يسمى أحد البكائين يلقب بأحد البكائين يعني علاء بن زياد وكان في البصرة وكان كبير القدر عابدا في سنة ثمانين وسبعين رحمة الله تعالى عليه قبل حسن البصري بثنتين وثلاثين سنة فعلاء بن زياد جاء رجل من أهل الشام قال رأيت في المنام أنك من أهل الجنة رؤية راه أنه من أهل الجنة فظل العلاء بن زياد قال لو جزاك الله خير على هذه الرؤية لكن والله أنك قد زدتني ولهن وزدتني تعبا فظل العلاء بن زياد يبكي ويديم البكاء وكان يطوي أياما بلا طعام حتى كاد يموت يعني هذه نفس الحساسة نفس العجيبة هذه نفس الشفوقة ذات الحساسية الكبيرة هذه فيعني يقول يقول ظل أياما بلا طعام حتى كاد يموت مجرد رؤية رأاها له أحد أخواني فبلغوا بها انظروا كيف هذه الحساسية سبحان الله العظيم فطرق بابه الحسن فلم يجبه قال افتح الباب فإني أنا الحسن فلما سمع صوت الحسن فتح له تعظيما وإجلالا فقال يا أخي ما لك أقاتل أنت نفسك أم بشرت بالجنة وما الجنة قال إن الله عد لعبادي ما هو أعظم من الجنة يريد رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخر ويلا شك أنه أعظم من الجنة أعظم من كل النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الله أكبر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والزيادة هي رؤية وجه الله تعالى في الدار الآخرة وأعظم بها من منزلة ونسأل الله أن يرينا وجه الكريم في الدار الآخرة أنه ولي ذلك والقادر عليه فيا أخي أقاتل أنت نفسك أن بشرت بالجنة أو أن رؤيت رؤيت لك رؤية بأنك من أهل الجنة وما الجنة فإن الله عد لنا ما هو أعظم من ذلك فما زال به حتى تدأ يأكل ويقصر عما كان فيه فرحمة الله تعالى الحسن انظروا كيف كان يوجه الأمور ويضبط المشاعر عند بعض أصحابي الذين ربما تجاوزوا في القضية وما كان ينبغي لمن يصنعوا ذلك مجاوزة مجاوزة الحد ومجاوزة القدر ما تصلح لأن الإنسان لا بد أن يسير في الحياة متوازنا يخاف من الله ويرهبه لأنك في وقت نفسي لا يصير لحد القنوط وحد تعطيل أعماله فإننا مأمرون بتعمير الأرض مأمرون بالخلافة في الأرض مأمرون بأننا نضبط أعمالنا على مقتضى الشريعة ومأمرون أن نضرب في الأرض ونجتهد فالحزن الطويل والبكاء الطويل يؤدي بالمر إلى أن يقنط إلى أن يصبح ليس بفرد عامل كما ينبغي في هذه الدار هذه نقطة نظن في غاية الأهمية وكان الحسن ضابطا لا سبحان الله على طول حزنه وعلى شدة تأثره بمواعظ الآخرة وقراءة القرآن وشدة خوفه رحمة الله تعالى عليه أيضا الحسن قتلكم إنه كان بعيدا عن الفتن بعيدا عن المشكلات لكن ذلك لم يمنعه شخصية متوازنة لم يمنعه أن يكون عاملا للربيع بن زياد في خراسان وكاتبا له لم يمنعه أن يخرج للجهاد لم يمنعه أن يضل في الأرض العمل هذه الشخصية التي تعجبني أنها تستطيع أن تضبط نفسها فلا تغل في اتجاه حيث يضيع اتجاهات الأخرى التوازن والتوازن مطلوبة بقوة حيث عندما نضرب مثلا بهؤلاء نتحدث إلى جين أن اليوم لا يكاد يعرف هذه الرقائق لا يكاد يشعر بهذه الرقائق لا يكاد يقبل على التعبد وتزهد يعني الزهد الزهد اليوم في الناس قليل ونقللهم جدا لذلك نرد لهم هذه القصص والأخبار من أجل أن يزدادوا زهدا من أجل أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى أكثر فأكثر من أجل أن يقلوا من الطمع الشديد في الدنيا والحرص الشديد على الدنيا والتعلق الشديد بالدنيا فأين مثل حسن اليوم لما تحدث عن حسن هدث عن عملاق من العمالقة الكبار من الذين يضربون مثلا على مدار التاريخ ليس هناك على مدار التاريخ أفراد مثل الحسن إلا قليل وقليل جدا فإنما تحدث عن مثل الحسن تحدث عن عمالقة كبار وإنما به وبصيرته الجليلة تضبط الأمور وتعدل القضايا قليلا ورحمة الله تعالى عليه هو توفي هو وزمين له قرين كان اسمه محمد بن السيرين سأتعرف الحقة المقبلة إن شاء الله تعالى المشهور بتعبير رؤية وعلم السلف في الرؤية والتعبير الأحلام الرؤى كان زميلا مع محمد بن السيرين هذا ومحمد السيرين وإياه توفي سنة عشر ومئة سنة عشر ومئة فالحسن بصري إذن عاش ثمانيا وثمانين سنة يعني قريبا من تسعين فعمر مبارك وعمر طويل قضاه في طاعة الله تعالى وفي تعلم العلم وتعليمه وهذا مشهور وأيضا ما منعه ذلك يعني هو كان مثل أقرانه كهناك كراهية شديدة للحجاج كراهية شديدة للحجاج بالنفس الثقفي الحجاج كان ظالما فاسقا كما معلوم مشهور بهذا الفسق والظلم فكان يكره وكان يكره ظلمه ولكن ما منعه ذلك اسمعوا أن يقول الحق في كلمة سمعتها من الحجاج اسمعوا ماذا قال قال وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج وقذتني لسعتني يعني كلمة أثرت فيه جدا قال حجاج قال سمعتها منه على هذه الأعواد يعني المنبر وقال إن امرأ أنفق ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن يطول عليها أو أن تطول عليها حسرته يوم القيامة اسمعوا الحجاج عجيب على فسقه وظلمه وشدة ظلمه كان تخرج منه الفصاحة لذلك يقولون ما رؤية أفصح من الحسن والحجاج كان الحسن والحجاج في مرتبة واحدة في الفصاحة والبلاغة وحسن المنطق فإن امرأ أنفق ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول علي حسرته يوم القيامة يقول وقذتني هذه الكلمة من الحجاج تأثر بهذه الكلمة من الحجاج رحمة الله تعالى عليهم إذن يعني لم يمنعه بغض الحجاج بأن يستفيد منه وهكذا كان سلفنا رحمة الله تعالى عليهم يستفيدون من كل أحد يستفيدون من كل أحد ويقبلون على كل أحد يأخذون ما عنده من خير ويتركون ذلك الحسن عملاق من عمالقة المسلمين وكبير من كبرائهم مع ذلك اتهم بأنه يتحدث في شيء من القدر ثم رجع عنه رحمة الله تعالى عليه كان لسعة علمه وكثرة فصاحته ربما سئل في القدر فيتوسع توسعا ما كان يستسيغه السلف في قضايا القدر والأفضل في قضايا القدر أن يتحدث النساء عنه حديثا موجزا وموجزا جدا أن عقولنا ما هيئت لفهم مراد الله تعالى من كونه وعباده والتصرفات التجري بموجب القضاء والقدر ما نستطيع أن نفهم أن نحن كما ينبغي فالحسن بصري يتهم بشيء من ذلك ثم رجع عن ذلك وهو بحمد الله ثقة من ثقات المسلمين لا غبار على سيرته وسيرة معروضة للأجيال لكي يستفيد منها الاستفادة التي تنبغي من الطرائف أن سعيد أن محمد السيرين جاء رجل فقال رأيت الجوزاء تتبع الثرية فقال ذلك الحسن البصري يموت قبلي وأتبعه أنا محمد السيرين مشهور بتعبير الرؤى وسأتي الحلقة القادمة عن بعض الرؤى لأن النجم الثرية أعلى من الجوزاء فيقول ذاك الحسن البصري يموت قبلي وأتبعه أنا وهو أعلى وأفضل مني وهو أعلى وأفضل مني يعني طبعا وفضلوا الحسن محمد السيرين وستأتي سيرة محمد السيرين قالوا بطول حزن الحسن البصري وكثرة تفكره في الدار الآخرة أو تفكر دار الآخرة عبادة عبادة فانظروا كيف فهمها فهمها محمد ابن السيرين رحمة الله تعالى عليه وأيضا هناك مرائي سأتي عليها بتتعلق بالثنين معا استحسن أن آتي بها في الحلقة القادمة مرائي عن الحسن البصري وعن محمد ابن السيرين معا معا سأتي عليها إن شاء الله في حلقة القادمة لتعلقه بمحمد السيرين ولأنهما كان متآخيين في الدنيا وكان كفر سيرهان فرحمة الله تعالى على الحسن وألحقنا به في عليين إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن لقائه في الحقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلاد مناير أرض السوادي أضعت ربوع البلاد وأهدت لي أمن العراق قصال الهدى والرشادي طرون وأرض العراق بها ذكرهم ظل باقي ففي كل جيل الرجال وفي كل سهل ووادي منائر أرض السوادي وفي كل جيل الرجال وفي كل جيل الرجال